فيه إيجابيات كتير للفوز ده أولا مصطفى شلبي أول هدف ليه مع نادي الزمالك هيحرره ويبتدي يكتسب ثقة أكبر سعادتنا بعد تعادلين متتالين مع أمبي ومع المصري فأنت بتيجي تكسب المطش ده بعد طلاقة الجيش وبعد تعادلين بتعمل فوزين منهم فوز على طلاقة الجيش بنتيجة كبيرة كان لسه عامل مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي وتغلب فارق يعني ضرب الجزاء وأيضا بعديها بعد ما تشينا مع طلاقة الجيش طلاقة الجيش استطاعنا يفوز على المصري اللي تعادل معاك بنتيجة قيلة جدا تلاتة واحد وده اللي عجل بتغيير المدرب والتعيين كابتن حسام حسن وجهازه الفني على رأس النادي المصري البورسعيدي نروح كمان بقى لحاجة مهمة جدا يا جماعة النهاردة احنا عندنا كم من الإصابات وكان عندنا بعض اللعيبة الغايبة منهم سف الجزيري بعد ما رجع من كاس العالم اتأخر يوم الراجل ما بيرجعش اللعيب كده بسهولة فيقعد بالسبعة تمن تسع عشر تيام اللي غات ما يدخل اللعب القايمة فما كانش مدخل سف الجزيري قايمة بيرامدس وده ماتش صعب جدا يعني وقد يكون قراره صحيح او غير صحيح دي وجهات نظر لكن في النهارة المدرب هو المسؤول لكن النهاردة ما بتيجي تكسب وسف الجزيري مش موجود وعندك بعض الاصابات وعندك بعض الغيابات فإما تيجي تكسب ماتش زي بيرامدس ماتش تقيل فبيديك ادفانتش كمان خمس ست ايام ان انت في خمس ست ايام دول في بعض اللعيبة غايبة هتبتدي ترجع ممكن سف الجزيري يخش ماتش البنك الاهلي بعد ما الراجل بعده ماتش طلاق الجيش وثم بعده ماتش طبعا بيرامدس ممكن الثلاث اربعة ايام اللي بيتمرنوها ده الوقت يخش يوم الجمعة يكون موجود في مباراة طبعا البنك الاهلي بالتالي نبيل عماد دونجا خد جزء من اللقاء بعد عودته وغيابه منذ انضمامه لنادي الزمالك كان اصابته مع المنتخب فييجي ياخد خمس ست سبع دقايق كويسين بيخش واحدة واحدة اماد نبيل دونجا محمد اشرف روقة كان عنده انذارات وغايب الماتش اللي فات بيعود الماتش ده يعني في ظل عندنا بعض الغيابات وبعض الاصابات بنكسب بيرامدس وغيابات مؤسرة وغيابات قوية وغيابات مش سهلة وبالتالي شيكابالا بيرجع لك دلوقتي عبدالغاني بيرجع لك وبياخد جزء من اللقاء الماتش اللي فات ابراهيم انضاي بتدي كمان ادفانتش خمس ست ايام انه هو ان شاء الله يعني يمكن بعد الماتش اللي جاية واللي بعده خلاص يخش ابراهيم انضاي ومع الفرقة مع ماتشات يناير بتعديها وبعد كده بيبع عندك فرصة ان انت تضيف لاعب او لعبين لقيمة نادي الزمالك خصوصا بعد رحيل زكريا الوردي فدي حاجة كويسة جدا وكلها ايجابيات يا جماعة ودايما نكون في ظهر نادي الزمالك اشتركوا في القناة